بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير نحن في عام هجري جديد العام 1433 للهجرة النبوية قبل 1433 سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة هل هاجر صلى الله عليه وسلم في بداية السنة يعني السنة الهجرية 12 شهر تبدأ من شهر محرم وتنتهي في شهر ذي الحجة هل كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول المحرم يعني احنا نحيي أو نحتفل أو نحتفي بالسنة الهجرية وبداية السنة الهجرية مع بداية شهر محرم هل هذا اليوم الواحد محرم أو أول السنة هو موعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر ربيع الأول يعني في الشهر الثالث من السنة وليس في الشهر الأول ليس في أول السنة طب إذن كيف جاءت تقويم كيف السنة بتبدأ من بداية المحرم لماذا لم تبدأ من اليوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو عرفنا كيف بدأ التقويم الهجري كيف اعتمد المسلمون السنة الهجرية أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبداية التأريخ للإسلام سنحل هذا الإشكال سنفهم كيف نوفق بأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر فعليا في شهر ربيع يعني في الشهر الثالث من السنة بينما بداية السنة في شهر محرم عندما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة كان بعد تقريبا يعني 14 سنة أو 15 سنة من الهجرة النبوية أو أقل من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنوات ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمود السنتين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثالث عشر جاء عمر بن الخطاب تولى الخلافة جاءه كتاب أو طلب من أبي موسى لأشعري رضي الله عنه أبو موسى كان واليا على العراق وورد إليه كتاب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أمير المؤمنين من الخليفة من رئيس الدولة مؤرخ في شهر شعبان أي شعبان شعبان السنة هذه شعبان السنة اللي فاتت شعبان السنة الجاية وكان الناس أيضا يتعاقدون فيما بينهم يوقعون اتفاقيات ديون آجال اتفاقيات بيع شراء لآجال محددة وكانوا يؤرخون هذه الآجال أو المواقيد بالأشهر في شهر شعبان شهر رمضان شهر شوال لكن أي سنة ما كانوا بكتبه وهذا كان يوقع الناس في حرج خصوصا أن البشرية بشكل عام الناس بشكل عام محتاجة إنها تحدد آجال لحركة حياتها مواقيد معينة تضبط بها إيقاع حركة الحياة وتجعل لحركتها مواقيد تبدأ بها وتنتهي بها بحيث لا يتحول الحال إلى نوع من الفوضى والعشوائية والتخبط والإسلام اللي بنعرفه الإسلام اللي إحنا آمنا به ومؤمنين به ومتبعينه ونسأل الله عز وجل أن يحيانا عليه وأن يميتنا عليه آمين هذا الإسلام يرفض العشوائية ويرفض التخبط في إدارة الحياة الإسلام لو تعملنا كل تشريعاته سنجدها تشريعات مؤقتة منتظمة بمواقيت محددة حتى الصلاة اللي هي يوميا قال عنها الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها مواقيت منظمة ليست عشوائية مش الواحد بيصلي كيفما اتفق بيصلي الصبح الظهر والظهر للمغرب لا في مواقيت محددة تعودنا على النظام تعودنا على الانضباط وتعودنا على عدم العشوائية ومغادرة مربع العشوائية في إدارة حياتنا هكذا يريدنا الإسلام الإسلام يريد أمة منظمة أمة منضبطة أمة تضبط إيقاع حياتها وفق مواقيت ووفق ضوابط ووفق معايير ونظم وموازين لا يعتنيها الخلل لأن الحياة تحتاج إلى هذا التنظيم وتحتاج إلى هذا الترتيب وتحتاج إلى هذا الانضباط والضبط في واقعها من ضمن احتياجات الناس لضبط حركة الحياة المواقيت الساعات الأيام ليش ربنا عز وجل خلق السنة ونص على ذلك في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا مش مسألة عشوائية يعني مش هيك أجد الله تبارك وتعالى يريد من ذلك من جعل السنة اثنى عشر شهرا أن يتعود الناس على ضبط مواقيتهم على ضبط أزمنتهم حتى الأفلاك حركة الأفلاك حركة الشمس والقمر والنجوم وحركة الأرض الله تبارك وتعالى من بين حكمه في هذه في هذا الخلق أن يتعلم الناس السنين والحساب لتعلموا عدد السنين والحساب حتى يتعلم الناس كيف يحسبون أعمارهم وكيف يحسبون آجال تجارتهم وبيعهم وشراءهم وكيف يحسبون اتفاقياتهم كيف يؤقتون كيف يحسبون الأزمنة لما يجيوا الناس يقولوا مثلا حدث كذا وكذا متى والله حدث في سنة حتى الناس يعني قديما حتى في مجتمعاتنا المعاصرة كانوا يؤقتون بالحوادث حدث في سنة التلجة حتى عنا في فلسطين كانوا بيأقتوا بذلك سنة الهجرة يعني سنة النكبة سنة كذا كانوا يؤقتون بالحوادث إلى جانب التوقيت بالحوادث الناس محتاجة لأنها توقت وتحسب أيضا بالأرقام وبالأعداد هذا أسهل وأيسر وأكثر ضبطا لحركة الحياة أبو موسى الأشعري أرسل إلى عمر رضي الله عنه يقول له يا أمير المؤمنين تأتينا الكتب تجينا كتب تجينا خطابات تعليمات فلا ندري في أي سنة هي مؤقتة أو مؤرخة بالشهر في شهر شعبان فلا ندري هل شعبان هذه السنة من السنة التي سبقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل لماح رجل دولة رجل قائد بالمعنى العملي وبالمعنى الحقيقي للكلمة والقيادة مش مجرد سلطة القيادة حكمة القيادة إدارة كيف يستطيع القائد أن يدير حياة الناس أن يسوسهم والسياسة في أصلها إدارة قدرة على الإدارة سياسة الدول أي إدارة الدول سياسة المجتمعات يعني إدارة المجتمعات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متميزا بل شديد التميز في هذا الموضوع وهو وضع نظم وقواعد وأسس ومعايير ضبطت الدولة الإسلامية ضبطت دولة المسلمين كان الأمم السابقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسوسها تسوسها الأنبياء يعني رأس الدولة رأس المجتمع رأس السياسة رأس إدارة الحياة النبي وكان يوحى إليه طيب بعد ختم النبوة انتهت النبوة ختمت النبوة بسيدنا ومولانا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم طيب ماذا يفعل الناس فيش أنبياء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتسلم إدارة شؤون الحياة إدارة شؤون الناس هو الذي يسوسهم يسوسهم بمعنى يدير حياتهم بما يحقق مصلحة هذه الحياة وبما يحقق الأفضل في هذه الحياة للناس هاي مسؤولية السياسي أو مسؤولية الأمير أو الرئيس أو القائد أو المسؤول أيًا كان هذه مسؤوليته مسؤوليته الحفاظ على مصالح الناس إدارة شؤون الناس في هذه الإدارة ويحتاج إلى أدوات مساعدة يحتاج إلى أدوات يحتاج إلى وسائد من ضمن هذه الأدوات التوقيت التأريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقط الكلمة التقط الموضوع جمع الصحابة استشارهم وكان من أخص من أخص من استشارهم رضي الله تعالى عنه الصحابيين الصحابيين الجليلان وثمار بن عفان وعلي بن عبي طالب ويمكن مش مصادفة سبحان الله أن الله تبارك وتعالى هدى ووفق عمر بن الخطاب أن يركز في الاستشارة على هذين الرجلين اللي هم فيما بعد حتى بعد وفاته ورحيله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى رضي الله تعالى عنه كان لهما فضل سياسة أمور المسلمين بعده عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين استشارهم اختلف الصحابة أراء مختلفة وهذا أمر طبيعي هذا أمر طبيعي مدام ما فيش وحي ما فيش نص مقدس الاختلاف محتمل الاختلاف محتمل بنختلف فيما بيننا نختلف زي ما اختلفوا الصحابة أثناء اعداد التقويم الإسلامي انأقت ونؤرخ بماذا بعضهم قال نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر عظيم مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم مشهود من أعظم أيام الحياة من أعظم أيام الإنسانية يوم عظيم بدون أدنى شك اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلواته رب وسلامه عليه بعضهم قال لا نؤرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا أيضا أمر عظيم وأمر جليل وأمر كبير وله ما بعده في تاريخ الإنسانيات كله فيها اليوم الذي نزل فيه القرآن الذي نبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وبعض آخر فريق ثالث قالوا لا نؤرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يوم على شدة الحزن فيه إلا أنه أيضا يوم له ذكرى خاصة مؤلمة نعم قاسية نعم ولكن هي سنة الحياة هي سنة الله التي تحققت في خلقه جميعا وإلى الحقيقة التي لا يماري فيها أحد لكن فريق رابع وكان منهم عثمان رضي الله عنه قالوا نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة أي ابتداء نبتدأ أعوامنا أو التأريخ للإسلام بالهجرة النبوية بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه مال إلى هذا وقال الهجرة وهذه الحكمة في الموضوع طيب هما لو أرخوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مسألة هنا هنا في هذا الموضوع لا تقع أيها الإخوة والأخوات لا تقع في إطار حلال حرام وإنما تقع في إطار ما يسمى أو ما أصبح يسمى فيما بعد في عرف فقهائنا فقهائي الإسلام بالسياسة الشرعية إدارة الحياة بما يحقق مقاصد الشريعة هذا هو معنى السياسة الشرعية إدارة حياة الناس بما يحقق مصالح هؤلاء الناس بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية إذن اختيار توقيت أو تأريخ للإسلام يقع ضمن دائرة الاجتهاد ضمن دائرة السياسة الشرعية ما فيش فيه حلال وحرام يعني لو أرخوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الحال أرخوا بوفاته برضو ماشي الحال ببعثته ماشي الحال هم اختاروا وغلب على اجتهادهم وعلى رأيهم وتوافقوا على أن يؤرخوا بالهجرة النبوية وهذا أمر عظيم واجتهادهم هنا سائغ ومقبول ويؤجرون عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجرهم على ما قدموا للإسلام وما قدموا للأمة رضوان الله عليهم جميعا عمر رضي الله عنه اختار الهجرة النبوية وقال الهجرة هذا في تبرير ليش هو مال للهجرة أنها فرقت بين الحق والباطل فصلت تماما شعوريا وفعليا بين كيانين في واقع الحياة الإنسانية كيان اسم الإسلام والمسلمين وكيان آخر أو كيانات أخرى مختلفة كيانات غير إسلامية شرك كفر عبادة أصنام وثنية وغير ذلك الهجرة هي التي فصلت كيف طب هم المسلمين كانوا قبل الهجرة بعمد الأصنام لا قدر الله أبدا أبدا ولكن كان المسلمون قبل الهجرة النبي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون أفرادا أفرادا لم يكن لهم كيان جامع لم يكن لهم كيان فعلي كيان سياسي كيان اجتماعي خاص إطار يعيشون فيه مضلة مضلة فعلية عملية اجتماعية يستظلون بها مضلة سياسية يستظلون بها لم يكن لهم كانوا يعيشون أفرادا في مجتمعات مختلفة في مجتمع مكة السلطة والسيادة والمضلة كانت للوثنية للمشركين كانوا هم أصحاب الدولة هم أصحاب السياسة هم أصحاب السلطة وكان المسلمون أفرادا حتى في المدينة المنورة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كثير من الصحابة ولكنهم أيضا كانوا يعيشون أفرادا لم يكن له هناك كيان سياسي لأن الكيان السياسي الاجتماعي كيان الدولة بدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فعليا بدأ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام فاختار الصلاة والسلام vegan فاختار الصلاة الصلاة والسلام أن يكون هذا الحدث الحدث اللي فصل كيانيا سياسيا اجتماعيا فعليا بين كيان المسلمين السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري والديني وبين كيانات الوثنية وغيرها التي كانت سائدة في الجزيرة العربية آنذاك فكان هذا هو السبب الذي جعل الصحابة يميلون إلى اختيار الهجرة لتكون فاصلا أو بداية لعمر الإسلام وكأن الإسلام وهذه برضو مسألة في غاية الأهمية يجب أن نتوقف عندها يجب أن نفهمها كأن الصحابة فهموا وهذه حقيقة أن الإسلام كيان جماعي أنت ما بيكفي أنك تكون مسلم في ذاتك نقطة ولا تنتمي إلى مجتمع المسلمين ولا تعيش الحياة الكيانية الحياة الجماعية للمسلمين لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا ولتكن منكم أمة إن هذه أمتكم أمة واحدة الإسلام يريدنا ككيان كيان للمسلمين المسلمون أفرادا لا يؤدون وحدهم كأفراد لا يمكن أن يؤدوا واجبات الإسلام التي فرضها عليها واللي في مقدمتها إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإخراج الناس من الظلم إلى العدل ومن الجور إلى العدالة الإسلام ككيان ككيان سياسي بدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تأسس الكيان الأول الجماعي للمسلمين بالهجرة النبوية ولذلك أرخ المسلمون بداية الإسلام من هذه الهجرة وكأن البداية الحقيقية للإسلام كانت الهجرة النبوية كانت الهجرة النبوية وهذا أمر ظاهر وأمر طبيعي المسلمون وضعوا لهم هذا الضابط وضعوا لهم هذا الإطار هذا التقوين هذا التأريخ وبدأوه بشهر المحرم برضو كمان المسألة الاجتهادية يعني أي شهر في أول السنة وأي شهر في آخر السنة وكيف نرتب الشهور العرب كانوا معتادين أنه يرتب الشهور ترتيبا معينة لكن عمرهم قالوا أنه السنة بتبدأ السنة قبل الإسلام أو قبل التأريخ الإسلامي أنه كانت السنة بتبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة ما كانوا شهر كانوا بعرفوا الاثناشر شهر تدور حول بعضها تأتي وتذهب لكن مين الأول ومين رقم اثناش ما كان معروف عند العرب ولا حتى كان معروف عند المسلمين قبل بداية التأريخ طيب الصحابة قالوا وبرضو هذه مسألة اجتهادية ايش أول شهر في السنة بعضهم قال رمضان رمضان شهر القرآن طب لو عملوا رمضان أول شهر حلال ولا حرام لا ولا حلال ولا حرام ومسألة ومسألة من هاش علاقة كما قلنا هي في اطار الادارة في اطار ادارة الحياة في اطار تنظيم الحياة سياسة الحياة السياسة الشرعية كما تعرف عليها فقهاء الاسلام رضوان الله عليهم قال الصحابة خلينا نبدأ بشهر المحرم ليش لأن شهر المحرم هو بأول شهر بعد انصراف الناس من الحج وكأنه كأنه هيك الحج هو ختام السنة ختام العبادات بنكون صلينا شهدنا لا اله الا الله وانا محمد رسول الله دخلنا في الاسلام صلينا طول السنة وحنا بنصلي صمنا رمضان نهاية العام طبعا ادينا الزكاة نهاية العام هي الركن الخامس من اركان الاسلام وبرضو كمان مر هذه مسألة توفيقية وليست توقيفية هي مسألة توفيقية هكذا اجتهد الصحابة ونسأل الله ان يرضى عنهم جميعا وان يجزيهم خير الجزاء على هذا الاجتهاد اللي كمان ريح المسلمين فيما بعد يعني احنا اليوم خلاص صار عنا سنة هجرية سنة اسلامية تقويم اسلامي تقويم هجري مش محتاجين نجتهد ونغرق في الاجتهاد لانه من سبقنا كفونا هذه المؤونة كفونا هذا الموضوع وبهذا بدأ التقويم الاسلامي التقويم الهجري ابتداء من المحرم اطنع عشر شهر تبدأ بالمحرم صفر ربيع اول ربيع ثاني جمادة اولى جمادة ثانية رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة هي اطنع عشر شهر كما قال الله تبارك وتعالى ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم صلى الله وسلم وبارك على صاحب الهجرة الذي علمنا الاسلام واخذ بأيدينا الى الله جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة